موسيقى مساء الخير مشاهدينا متل ما تعودنا 2 و 5 مع صهراميل مع هلا وأكيد اليوم صهراميل مع هلا غير شكل أكيد أنا بعرف أنه الكل بستنى 2 و الكل بستنى 5 وما بين 2 و 5 كمان لقاءاتنا بتكون عقنة هلا برنامجنا الميداني تحياتنا لكم على الشاشة بعد شوي رح يكون معنا رقم اللي بتتصلوا عليه بطريقة الواتساب أكيد يعني كتابياً وبعد ما تبعتونا إحنا رح نوصل رسائلكو ونوصل كمان إجاباتكو على الأمثال الشعبية ومتل ما تعودنا دايماً المثل يعني مش بس إنه نختار مثل نختار مثل يكون فيه من وراء رسالة يكون هادف جداً وأكيد فيه منه يعني أجدادنا نصحونا بأشياء كمان نستعملها إحنا حتى بالـ 2022 في الإعداد والتقديم معكم باسيم على قناة هلا بنيتي جروب تحياتنا لكم جميعاً كتار كتار عم يبعتو لنا تحيات حتى قبل بداية البرنامج والرقم صار على الشاشة 0583924051 هذا الرقم لازم تحفظوا عن ظهر قلب متل ما بقولوا تكتبوا لنا من القلب للقلب كمان إجاباتكو وتحياتكو إحنا بدورنا هون عقناة هلا منوصلها مباشرة للجميع بدأ أشكر كل اللي خلال يعني الأسبوع من الخميس ليوم الثنين ما نسوا يبعتو لنا أمثال شعبية كتير عن جد والأمثال يعني عم بتفرج عليها وبقراها قبل بداية المشوار كتير كتير أمثال مناسبة عقناة هلا لأنه مش كل الأمثال ممكن إنها تكون مناسبة ممكن تأخذنا لطرق ملتوية وإحنا بغنى عنها فإحنا بهمنا إنه المثل كمان يكون هادف المثل فيه رسالة وإحنا منوصلها بدورنا فأبدأ أشكر عماد حسين بيدرحنا شكرا يا عماد يعني مغلب حالك كتير على كل الأمثال اللي وصلتني اليوم أمثال بعتها وإن شاء الله تكون معنا من خلال برمجنا كتير طبعا تحيات واتصالات وكتير كلمات حلوة معبري صور بتجنن يعني إبداع فني من كل مشاهدي قناة هلا خلينا نبدأ اليوم حتى نستغل الفقرة الأولى مدتها طبعا نص البرنامج والفقرة الثانية مدته ما تبقى من البرنامج النص الأول اليوم طبعا كتير منسمع هذا مقطع موصل عارفين شو مقطع موصل زمان طبعا ما كان أقمش كتير ما كان جنود كتير يستغلوا كل شقفة قماش يوصلوها بقماش آخر حتى تصير توب أو يستغلوها بملابس العمل بملابس المدرسة بحقائب المدرسة جايين على سنة دراسية فكتير شغلات أهلينا كان يستغلوا أي شغلة تبقى من شي جلد من شي قماش يوصلوا ببعض طبعا بطريقة الخياطة والتطريز الحلو طبعا يطلع اشي متكامل جدا فاليوم المثل بقول مقطع موصل واسمه بنمرة واحد قميس بنمرة اثنين عريس بنمرة ثلاثي لبيس انتبهوا كتير يعني كتير شغلات بتنفع بهالمثل واحد منهم صحيحة خلينا نبدأ نشوف التفاعل شو طبعا على قناة هلا وعلى تليفون قناة هلا الخليوي طبعا ونشوف التليفون الزكي شو بعتولنا هنا اول اول تحية تحياتنا للجميع سلام لبنا فهوم اكيد لبنا فهوم من الناصر سمعتي انه مقطع موصل واسمه قميس واسمه عريس او اسمه برقم تلاتي لبيس واحد منهم صحيحة نتمنى طبعا انه تبدو تتفاعلوا معنا وتبعتولنا شو نائص هناك اول اول اجابة غير صحيحة خلينا نقول هبا جمامعة هبا جمامعة بدك تغيري بدك تغيري لانه مقطع موصل واسمه قميس واسمه عريس او اسمه لبيس واحد منهم صحيحة فهبا جمامعة معنا وقت طبعا بعدنا ببداية المشوار باول فقرة بتقدري طبعا تبعتين لنا اول اول اجابة وبطلب من الجميع يعني بداية المشوار بذكركوا اول شغلة تكتبوا لنا الاسم من وين من اي بلد ومن بعده طبعا الكلمة اللي بتختروها من واحد لتلاتي وانا بقولكوا انه في معنى اجابة صحيحة ولكن يعني المشكلة انه انا ما بحفظ ارقام فرجاء اكتبوا لنا اسم المرسل او المرسلة والبلد والبعدين طبعا الكلمة الصحيحة خلينا نشوف لين من يافت الناصر او سالة فيك لين واجابتك يالين يعني شو بدي اقولك حسب الرقم اللي اخترتي بديك تغيري كمان مرة خلينا اذكر وقبل ما نقول مساء الخير لريم فرح من شف عمر كمان ريم بديك تغيري خلينا اذكركم امقطع موصل واسمه قميس واسمه عريس او اسمه لبيس التلاتي بو ضبط ولكن واحدة منهم صحيحة بمثلنا بالفقرة الاولى ببرنامجنا صهرانين مع هلا عقنت هلا شكرا لكل اللي بعتوا لنا كمان اجابات صحيحة يعني عماد حسين صار يعني شو بدي اقولكو الامتال عنده صارت تطلع هيك بسرعة فالاجابة الصحيحة حلو يا عماد شكرا اليك من درحنة والنور نورك شكرا يا عماد لبيب صبح من جولس بدك تغير يا لبيب لانه اللبيب من الاشارة يفهم انتبه كتير فحاول غير لبيب لانه يعني الكلمات كلها بتنفع ولكن واحدة منهن ذكروها اجدادنا بالمثل هل يترى مقطع موصل واسمه قميس هل يترى مقطع موصل واسمه عريس او مقطع موصل واسمه لبيس والتلاتي بو ضبط واحدة منهم صحيحة احلى قناة قناة هلو احلى باسيم شكرا معين عبدالله من كسرة الجواب معين بدي انزل كمان شوي حاولت انه تغير لا يا معين بديك تغير معنى وقته حلو كتير انه عم بتغيروا وبترجعوا لنا هذا اشي بسعدنا ريم فرح بدنا نقولك كمان يعني التالتي سابت يا ريم اختارت الاول خطأ والتاني خطأ التالتي سابت يا ريم يلا منشوف كمان اذا بتبعتيلنا هبا جمامعة شو بعدت يا هبا ما شوفت ابو فادي من كندا ابو فادي من كندا بقولنا هناك اليوم قطع موصل واسمه شو يا ابو فادي تحياتي لا اليك ولا كل العاملين في قناة هلو من كندا مباشرة ولكن بعده مش باعت ظاهر انه عم بفكر يبعت فاهلا وسهلا فيك وصلت تحييتك شكرا اليك كتير ناس ببعتولنا التلات ارقام يا جماعة بدنا رقم واحد رقم واحد فقط يكفي فحلو حلو انه انتو عم تختاروا طبعا ارقام ممكن خاطئة ولكن بتغيروا وبترجعوا له وهذا الحلو بالبرنامج مباشر احمد سليم صالح من المشهد مقطع موصل لا يا احمد بدك تغير كمان مرة مقطع موصل واسمه قميس مقطع موصل واسمه عريس مقطع موصل او اسمه لبيس شو رايكو الكل عم بختار كلمات ممكن تكون ولكن اجداد نختاروا رقم اللي هو رقم مميز وعطونا اياه طبعا فحاولوا مين معنى كمان هناك بقولنا منور سارة من الناصري نور نورك سارة بدك تغيري يا سارة بدك تغيري حاولي معنى وقت طبعا بعدنا باول فقرة مقطع موصل واسمه صحيح جدا امني من الفريديس كلامك صحيح وبتقول اول مرة بسمع بهذا المثل بدك تسمع كتير وتشوف كتير خاصة على كناتها لانه مش هيك عشوائي بختار الامتال كل مثل له طبعا رسالة ولما نكشف على المثل رح نحكي شو يعني مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس واحد منهم صحيح واليوم بالالفين واثنين وعشرين كله يعني بنفع الكلمات ولكن اجدادنا اختاروا كلمة واحدة وكانت الكلمة الصحيحة واليوم احنا عم نجدد معلوماتكم بالامتال حلو حلو يعني بعد ما اختاروا سارة من الناصري غيرتي للاسم الصحيح والكلمة الصحيحة يا سارة اهلا وسهلا فيك تحياتنا لكل اهل الناصري نشوف مين معنا هون معين من كسرة كمان ببداية المشوار بعتلنا اش خاطئ ولكن هالمرة يعني مش التالتي سابتي التانية سابتي كانت هناك اهلا وسهلا فيك معين عبدالله من كسرة وبسعدنا طبعا تشاركونا دائما من كل المناطق من كل بلاد وخارج البلاد ام قطة عموصل واسمه اميرة من الناصري لا يا اميرة بدك تغيري معنا وقت حاولي معنا وقت يلا نشوف مين كمان هيك بسرعة والتفاعل سريع جدا ام احمد حسيني بتقول لي انا كل متى لبشارك معك ولكن هالمرة شو طلع معاها ومحمود حسيني كمان ان الناصري بدك تغير يا محمود وكمان حاولوا طبعا لما نقول تغيروا غيروا ابعتولنا في وقت معنا التفاعل حلو لما كمان التواصل حلو كمان يسعد هالمسأل حلو معك هيام وعدن من الفريديس والجواب مقطع موصل واسمه مليون بالمية صح تحياتنا لك هيام وعدن من الفريديس وبسعدنا طبعا زيارة الفريديس قريبا شاهد من المغار كمان بتقول الكلمة الصحيحة وبتقولنا بحبكو كتير وتحيات من شاهد من المغار لكل قناة هلا بكل العاملين فيها وبتقول دايما بحب انا اول شخص اكون ولكن اليوم يعني سبقوكي اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لأهل المغار مين كمان مجاوبنا صح هناك احمد من كفركنة صحيح يا احمد واكيد بكفركنة يعني كل الامتال بكل مناطقنا عم ترجع على الساحة مش بسبب طبعا التداول فيها ولكن كتير ناس بتقولك على رأي المثل يعني بكتير افلام مصرية بنسمعها مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس واحد منهم صحيح والتلاتة بزبط ولكن اجدادنا مش بالالفين واثنين وعشرين اجدادنا زمان اختاروا الكلمة المناسبة هبة جمامعة يعني هبة شو بدأقول له هبة هبة جمامعة بدي انزل لتحت من يافت الناصري التالت سابت يا هبة يلا اعطيتك تلمحات ها التالت سابت يا هبة يلا حاولي يعني جاوبت اول مرة وتاني مرة في ناس عم بيبعثوا لنا فيديو كيف عم بيشوفونا ببيتهن حلو كتير وكمان احمد صقر احمد صقر من كفركنة كلامك صحيح الله يساعدك وشكرا على الفيديو اكيد رح نشاهده بعد انتهاء البرنامج كمان عنا هنا يمنى طريش من القدس اهلا وسهلا فيك يمنى يسعد مساكي وانت كمان منورتينا والجواب خاطئ مع كل الكلمات الحلوة يمنى بالقدس بدك تحاولي طبعا مرة تاني يلا معنا وقت والوقت طبعا ع السريع هنا بقناتها لما منبدأ الا بقولولي بهاي اللي هنا بداني حاول يلا اطلع فاصل وبقولولي هيك دايما فكمان مرة كتير ناس بيبعتوا لنا تحيات بدي اشكركم بدي اشكركم على كل المحبة على كل الامتال خلال الاسبوع كمان عم بصلنا كتير شغلات حلوة يعني مين ومين بدنا نشكر فاعذرونا كمان كتير ناس بتعتب علينا ما طلع اسمي ملك من حيفا تشتقلك العافي الجواب صحيح اهلا وسهلا فيكي ما تغيري صحيح صحيح الله يسعدك ياسمين حسيني من الناصري يعني بدي انزل لاخر جواب اختارته لانه في ناس بغيره لا الاول ولا التاني اخترت تنين التالت سابت يلا اهلا وسهلا فيكي نشوف مين معنا هون كمان مقطع موصل واسمه محمد جمال عفيفي والعائلة اهلا وسهلا وهلا فيكو عقنات هلا ولكن غيره معنا وقت تحياتنا لمحمد جمال عفيفي اهلا وسهلا هات نشوف مين معنا هون فارس فراس حبشي فارس فراس حبشي اشوف اخر جواب لانه مرات يعني ديكة مشغلات بدي انزل تلاتين متر لتحت اه على اه كسال وبدي اقول لك يا فراس حبشي بدك تغير وتحياتك لفارس منوصلها كمان فارس وفراس اهلا وسهلا فيكو حاولوا غيروا يلا معنا وقت يسعد مساك دياب مرعي من الفريديس وبقول المثل بقول طبعا بدي انزل شوي لتحت يسعد مساك وكيفك نشكر الله دياب مرعي من الفريديس بدك تغير يلا محاولة تاني ان شاء الله تكون صحيحة كمان مرة يعني مقطع موصل واسمه بتقول مثل غريب عجيب يسعدك نسرين مطانس من حيفا كلامك صحيح مع انه مثل غريب يا نسرين ولكل اهل حيفا وكل اللي بشاهدونا بكل مكان ولكن اليوم بالالفين واثنين وعشرين صدقون كتير مناسب كتير مقطع موصل واسمه قميس واسمه عريس واسمه لبيس التلاتة بنفعوا بالمثل ولكن اجدادنا ممكن ما كانوا يهتموا لكلمتين منهن كانوا يهتموا لكلمة واحدة منهن وهي اللي عم نفتش عليها وشروك من عكة يا جماعة لقتها كمان شروك من عكة يساعدك انت كمان منوري الله يساعدك وشكرا لأهل عكة يعني كل بلاد اللي منكون فيها ببرنامجنا الميداني الاستقبال والمحبة بتغني عن كل بنوك العالم ومصريات وسيارات وعمارات العالم احلى اشي بالدنيا محبة الناس قلكم صدقونا وبعدين كل شي ورا المحبة بنزل لا تقولولي سيارة ولا عمارة ولا مصاري بالبنك محبة الناس وبتكون تسوى كل شي كل شي بالزبط ديش اذكر حدا طبعا معين احسن تقوله بلمحها انت بو كتير مقطع موصل واسمه شو مساء الخير عائشة ابراهيم من كابول بدك تغيري يا عائشة حاولي غيري لانه يا بتكون التانية ثابتة يا التالتة ثابتة ومعنى وقت معنى وقت للفقرة الاولى ببرنامجنا يسعد مساك سميرة مسعد من عكة اهلا وسهلا فيك كلامك صحيح يا سميرة يعني مباشر انا وسميرة عم نحكي وتبعتلي الاجابات مباشر سميرة مسعد من عكة كلامك صحيح هاتنشوف مين معنى هون والطريقة يعني السريعة طبعا شكرا 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 فارس فراس حبشي التانية كمان لا التالت بده تكون ثابت يلا وشكرا انتو المنورين كمان بكسال الله يسعدكم هبا هبا من يافت الناصر اختارت هبا بجمامعها ووصلت اخيرا للكلمة الصحيحة يسعدك هبا نشوف كمين كمان هون طلع يسعد هتطل احلى قناة عاطف شعبان من مجل كروم يسعدك عاطف الاجابة شو مستعجل الزلمة بديروه على عرص فبقول لي انه شو مع الاجابة بدك تستنالك شوي خلي مغلف النقوط عجنب يا عاطف وقل لي مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس واحد من التلاتة صح تأخر لك شوي مش رح يعني يستعوقوك بالعرص اصلا من كتر الناس بالعرص مرات بعرفوش انه جينا يلا هاي على هامش البرنامج السلام عليكم ام احمد حسين من الناصر انت اللي منوري الله يسعدك والكلام صحيح اهلا وسهلا فيكي وتحيات لكل اهل الناصري كمان يلا بحب كتير لما بتغيروا وبترجعوا بتقولوا لي غيرنا شو الوضع هاتنشوف مقطع موصل واسمه الكلام صحيح تحية اليك من مونة حمد شكرا يا مونة اهلا وسهلا فيكي شكرا شكرا يعني كتير من نبسط لما كل الناس عندها المحبة اللي بتجنن لا قناة هلا ولقلنا هاد اشي بسعدنا جدا وكل ما كان فيه محبة كل ما الناس بتقرب من بعيد والعنف شوي شوي منقوله باي باي اكيد محمد من كفر قرع والجواب لا يا محمد يعني اذا مش التاني سابت التالتي سابت واذا كان مش التالتي التاني يلا حاول معنا وقت تحياتنا لأهلكم في القرع دلال زين من الكدس بتقول مقطع موصل واسمه لا يا دلال دلال محاولة تانية بنستقبلك على السريع نشوف كتير ناس عم تبعث لنا كتير شغلات حلوة ده اشكركم وجوابك يا حج ابو احمد كمان صحيح من الناصر اهلا وسهلا فيك كتير ناس كتير ناس عم تبعث اخيرا اخيرا فارس وفراس حبشي كلامكم صحيح قلتلك التالتي سابت يا فارس وفراس كمان تحياتنا للتنين اهلا وسهلا فيكم يعطيكم الف عافية ام مؤمن غرفات مقطع موصل واسمه لا يا ام مؤمن غيري كمان مرة لكل اللي عم بحاولوا يختاروا مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس واحد تنين تلات بتقدروا تختاروا انا طبعا بقولكم اذا صح ولا غلط اه لبيب صبح جولس من جولس طبعا كلامك صحيح وريموندا كمان ريموندا صبح من جولس كمان كلامك صحيح يسعدها تطلي شكرا ريموندا صبح من جولس وكلامك صحيح انتي وكل اهل جولس صحياتنا لكم جميعا من قناة هلا رحيق من كفر قرع يعني نطينا من جولس لكفر قرع مقطع موصل واسمه لا يا رحيق حاولي في كتير ناس ممكن تكون عندها فشة غلق بالكلمة اللي اخترتها انا وهي طبعا القصد منها مش هيك بنختار عشوائيا طبعا التلات اجابات مين معنا هون ذكرى عثامني من حيفا ذكرى عثامني بتقول وببعثي الكتاحيات كمان كلامك صحيح هي ذكرى شويش ذكرى شويش هيك كاتبة من حيفا اهلا وسهلا فيك نشوف مين معنا هون لانه كتير كتير سريع بدأ فرجيكم شغلة شوفوا كيف على قناة هلا التفاعل اذا بتشوفوا هاي كلها الدواوير عم تنزل وانا طبعا بختار بسرعة مين تلعلي الله اعلم السلام عليكم وعليكم السلام صميرة من الناصري تحياتنا انك صميرة وكلامك صحيح وعنا هون كمان تحية بتقول سلام عليكم ابو احمد حسيني من الناصري كل آل حسيني مع قناة هلا ومعك شو احلى من هيك هاي لحالها ملايين الناس تحياتنا لكم شكرا لكم بكل العالم مقطع موصل واسمه شو كمان لا مثلا فل هند شربيني بدك تغير التالت سابت يا هند التالت سابت وصدقونا مرات هالمثل صحيح فدلال زين من الكدس شو بتقول كلامك صحيح يا دلال التانية سابت كانت عند دلال في الكدس بحاول طبعا اتذكر قالينا منك فركنة كلامك صحيح قالينا هالاسم الحلو من كفركنة احنا كمان منحب الجميع شكرا لك على المحبة اهلين قالينا من كفركنة فرحيك من كفرقرع شو بتكتب لي ما ضلش الا التالت سابت وهي صحيحة وين بك تروحي واحد تنين تلاتة واحد منهم صحيحة فتحياتنا لك رحيك من كفرقرع بدي اشكركم طبعا كتير ناس يعني على الطريق على هامش هيك البرنامج واحنا جايين من اتجاه الناصر كل الكل بسلم علينا وبيبعث لنا تحيات للجميع بقناة هلا من المدير طبعا سيد بسام جابر لكل الطاقم وصلنا تحيي لفلان ولفلاني وانا بوصل طبعا للجميع بدورنا من قناة هلا معين عبدالله من كسرة كمان يا معين يعني التالت سابت بدأ اقولك هاي التاني كمان خاطئ يلا يا معين معين عبدالله من كسرة اشوف مين هوا وصلنا والسريع السريع ببعتولنا فيه ناس ممكن انه بتقولك ليش انا بطلعش اسمي لانه لو تشوفوا السرعة اللي عندي هون وكتير ناس تبعت لنا كمان امثال حلوة مقطع موصل وشو هاي يا صفاء حسن من المشهب بديك تختاري يعني واسمه شو ما زكرتي لنا هناك مثل ورد بتبعت لنا كمان مثل مناسب جدا رح نختاره طبعا لبرنامج آخر جميل من كفر قرع والجواب صحيح يا جميل جواب جميل يا جميل من كفر قرع كلامك صحيح وبعد ما نشرح ليش اخترت هدولا التلات كلمات مش هيك طبعا مش عشوائيا مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس انتبهوا كتير وهذا اشي بسعدنا انه انتو عم تختاروا مرات خاطئ ولكن ترجعوا وبتصلحوا هاي مثلا لبنة فهوم من الناصري شو بتقول مقطع موصل واسمه التالتي سابتي يا لبنة التالتي سابتي يلا نستناكي شو علينا قربت الفقرة الاولى تنتهي سلام عليكم ام اسماعيل عزوني من جلجولي وبتقول شو بتقول بدك تغيري بدك تغيري يا ام اسماعيل عزوني من جلجولي حاولي غيري والتاني ممكن تكون سابتي مش دائما التالتي مقطع موصل واسمه صحيح اسمه صحيح اللي اخترتوه ما تغيره غيرتو بدي اختار طبعا هند شربيني يعني عم تبعتيلي كل الارقام وكل حاولي حاولي كمان مرة اخر اخر ايجابي يلا نشوف وهنا مين معنا ايمان عمر من كفر كنة كلامك صحيح يا ايمان يعني صار لازم نطلع فاصل يا جماعة عبد اختار كمان تعليق واحد وبعد الفاصل رح لواصل انتبهوا معنا تحية لكم مقطع موصل واسمه شو هاي من المغار ما كتبتوا الاسم بدنا الاسم من المغار ولكن الاجابة خاطئة حاولوا غيروا خلال الفاصل بعد الفاصل منواصل منكشف حق كم تعليق ومنكشف المثل ومنستبدلوا المثل اخر خليكم معنا وصهرانين مع هلا عدنا مشاهدينا بعد الفاصل اللي انتابع صهرانين مع هلا واكيد خلال الفاصل شفت انا كتير كتير ناس باعتي اجابات صحيحة واقولكو شغلي يعني بعتولنا شغلات صحيحة واكيد التالت سابتي اللي ابنا فهوم يعطيك ألف عافية بتقولي شو صح ما ضلش يعني على كل حال اقولكو شغلي يسعدك والله اعلم اذا الكلام صحيح بده اقولكو شغلي بس صحيح لانه التالت سابتي شكرا لكم جميعا خلينا نكشف تبعا نكشف على مقطع موصل واسمه قميس عريس او لبيس ليش؟ لانه القميس هو الاجابة الصحيحة وكتير ناس كتير ناس ممكن انه اختارت عريس مع انه كتير اليوم ممكن نلاقي مقطع موصل ما بنعرف لا اصله ولا فصله وبنفس الوقت بيكون عريس وكتير ناس بقولك والله العريس لقطة ممكن كمان لبيس كتير ناس يعني بيكون مقطع موصل وبيلبس طبعا يعني ماركات عالمية ومش ماركات عالمية ولكن اللبس يا جماعة ما بيعمل الشخصية وما بيعمل كتير شغلات فانتبهوا كتير ما تتطلعوا على المظاهر تطلعوا على الجوهر اكتر من المظهر فالمثل هادف جدا من اجدادنا مقطع موصل واسمه قميس يعني كتير ناس زمان ما كانوا ابدا يهتموا لللبس حتى اذا لبس العمل او لبس المدرسة او لبس الجامعة يعني بوقت طبعا ما كان فيه جامعات حتى كانوا يهتموا انه القميس يكون حتى لو مقطع موصل ولكن بيضل اسمه قميس نظيف ومرتب هذا اهم شغلي على كل حال على امل طبعا استفدتم من مثلنا خلينا ننتقل للمثل التاني بالفقرة التانية لسانه لسانه متل شو متل مقص مقص مين يعني لسانه متل مقص الخياط الحلاق او السكافي والمثل معروف طبعا لانه السكافي حافي والحقي كعريان اكيد هذا المثل معروف هقولكم شغلي لسانه متل مقص الخياط الحلاق او الاسكافي واحد منهم صحيح فخلونا نبدأ نوخ التفاعل لانه التفاعل مهم جدا عندنا هون وقلكم شغلي حتى على المثل الاول اذا فيه اجابات صحيحة رح اكشفها وكتير ناس عم تبعت على المثل الاول كمان اجابات واجابات فتحي حمد من الناصري تحياتنا لك يا فتحي وبقول كمان بالنسبة للمثل الاول صحيح وبالنسبة للمثل التاني كمان صحيح يعني مثلين عصفرين بحجر واحد تحياتنا لك من الناصري اهلا وسهلا كتير ناس كمان عم بيبعتون لنا شغلات واقولكم انه هاتنشوف هنا اذا فيه اجابة صحيحة كمان عائشة ابراهيم من كبول كلامك صحيح عائشة كلامك صحيح اهلا وسهلا فيك وطبعا فيه كمان اجابات ساجدة ساجدة من وين ساجدة من المغار تحياتنا لك يا ساجدة وكلامك مليون بالمية صحيح هاتنشوف كمان مين معنا هون متل مقص يعني لسانه متل مقص يطرى الخياط الحلاك او السكافي واحد منهم صحيح وهاتنشوف مين اللي بعت كمان اجابة صحيحة يعني اقولكم شغلة فيه كتير ناس عم تختار كلمات خاطئة من عكة بدك تغيري شروك من عكة حاولي غيري الاجابة الصحيحة على المثل الاول كانت ولكن بالنسبة للمثل التاني لسانه متل مقص الخياط لسانه متل مقص الحلاك او لسانه متل مقص الاسكافي الاسكافي عارفين شو يعني الاسكافي حافي والحيك عريان هذا المثل معروف نشوف من ابو فادي من كندا تحياتنا لكم لقناة هلا وبيبعتلي مثل كمان بيقول يعني ده انزل لتحي تحياتي اليك من ابو فادي من كندا وطبعا يعني مش عم تبعت لنا ابو فادي عم تبعت لنا فقط تحيات انا بدي الاجابات الصحيحة فتحياتنا اليك بكندا محمد جمامعة اجابتك على المثل الاول صحيحة ولكن على المثل التاني بعد مش واصلنا وتحياتنا لكم شكرا على كل التحيات اللي عم توصل كمان هاتنشوف مين كمان هون معنا واقلكوا شغلي يعني التفاعل على المثل التاني ممكن اكتر وانتوا رح تشوفوا هون بالضبط هيك. ها. اسا عم بتشوفوا انتو كيف. وراح اطلب طبعا من الكنترول هناك انه يخففو لنا السماعة اللي بدان هون لانه كتير كتير مزعجة. فحاولوا خففو لنا اياها عم نسمع صوتنا مرتين مرتين. هند شربيني من الناصري متل مقص شو يا هند? الخياط الحلاق او السكافي. بدك يتغيري هند. زي المثل الاول. بالضبط. حاول يغيري لانه اقولك شغلة ممكن ازا غيرت التانية تكون ثابتة او ممكن التالت تكون ثابتة. وبعد معنا سبعت عشر دقيقة وتمان وتلاتين تانية وعم تنزل التواني. ياسمين حسيني من الناصري كلامك صحيح. الله يساعدك وكتير كتير ينطبك طبعا. في كتير ناس لسانها ماضي متل مقص الخياط مقص الحلاق وتحياتنا للتنين او مقص الاسكافي وتحياتنا للتلاتة. حاولوا واحد منهم صحيح. محمود حسيني بدك تغير يعني التانية ثابتة ممكن تكون. لانه كل اهل حسيني معنا موجودين وبيبعتوا. فكتير كتير عم تطلعوا هناك اسمائكو. دلال زين من الكدس كلامك صحيح لانه لسانه عن جد ماضي متل مقص الخياط الحلاق او الاسكافي واحد منهم صحيح. وبقولكو شغلي انه اغلب الناس راحت على اتجاه يعني معاكس. حاولوا انتو خدوا هيك اعملوا لفي وارجعوا. ام حسين عياد من الطيبة طيبة المثلث بدك تغيري يا ام حسين عياد حاولي غيري. التانية ممكن تكون ثابتة او التالتة الله اعلم. حلو في كتير ناس ببعتونا منين جبت هالمثل بنتبق عليك. اكيد لا. لسانه ماضي صحيح ولكن مش متل لا مقص الخياط ولا الحلاق ولا اسكافي. بعدين بقولكم متل شو. معين عبدالله منكسرها. الجواب شو يا معين. بده انزل اكم متر لتحت. معين بدك تغير. ممكن التانية ثابتة. حاول. مش التالتة. يلا. معنى ستة عشر دقيقة او اربع عشر. اربع عشر تانية. في ناس تبعتلي تلات اجابات يعني. حاولوا طبعا لا تحسب ابدا. اجابة واحدة فقط. نشوف مين هون تلع لنا. وبقولكو شغلي يعني كتير ناس عم تبعت لنا امتال سابقة. فحاولوا طبعا ابعتونا تحيات ولكن من دون مثل من الماضي. احنا بالمستقبل عايشين والحاضر. يلا. الحجة ام احمد اهلا وسهلا فيكي. وكل برنامج بشارك بتقول لي واهلا وسهلا وكلامك صحيح مية بالمية. مين هون معنى حنان حسن من طمرة. لسانه متل مقص. الكلام صحيح يا حنان. والظاهر حنان يعني من طمرة. عم تبعت هيكي تلمحات لحدا معين. ديش اقولك مين. حلو كتير شو كتبتي كمان. ممكن استعمله بفقرة اخرى او ببرنامج اخر. هات نشوف هون مين طلع معنا وبيسألونا شو شو طلع الجواب. صارة من الناصر متل مقص وكلامك صحيح يا صارة. كلامك صحيح. من دون علامات سؤال كلامك صحيح. نشوف مين طلع هون معنا لانه على السريع. بدأ فرجيكوا شغلة. يعني عم بتشوفوا كيف الامطار الواتسابية عم تنزل علينا. ها 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 ها. نزلت. هاي هاي نزلت هون مع غامي كبيري واتسابية. وطبعا صار بدنا شمسية واتسابية. لبنا فهوم من الناصر كلامك صحيح. واكيد عارف لبنا مين منقصد. حلو. عم تكتبل كتير شغلات حلوة. احنا منقصدش حدا طبعا بكونات هلا. ولكن فينا سلسانها متل مقص الخياط الحلاك او السكافي. حنان حسونا من غزة. هلو سهلا فيك يا حنان. وان شاء الله الاوضاع تكون هادي بغزة. حنان حسونا من غزة بتقول متل مقص وكلام صحيح. على الوجع دغري. على الكلمة الصحيح. هنشوف مين طلع معنا هون. لسانه زي مقص صحيح لكلمة. امني يا من الفريديس بتكملنا المثل كمان. اهلا وسهلا فيك شكرا شكرا يا امني يا من الفريديس. اه عماد حسين شو بيقول كمان كلامك صحيح يا عماد من دير حنة. راما من المغار نطينا من دير حنة. الجواب شو بتقول لا لا. الجواب خاطئ يعني الخيات او الحلاق او الاسكافي. ما تجبي لنا مرادفات للكلمات فقط من موجود عنا. الدياب مرعي من الفريديس كلامك صحيح. اهلا وسهلا بالدياب. ولسانه مثل مقص الخيات الحلاق او الاسكافي. واكيد لسانه ماضي بدي يكون. حلو اليوم يكون الانسان لسانه ماضي. ولكن يكون ماضي للخير. ماضي لكلام الخير. هذا مهم جدا. في ناس طبعا مش كل من لعلع بالسانه. ولعلع اكيد. ولكن لعلعوا بالخير دايما. هبة جمامعة. شو بتقول هبة جمامعة من نيافة الناصري. بدي انزل تلاتة واربعين متر لتحت. وكلامك خاطئ. بدك تعيدك. تبعتين لنا كمان محاولة تلاتة عشر دقيقة عندنا هناك. يلا. يلا يا هبة. عليا زبدات من سخنين. بتقول عليا زبدات مثل مقص. كلامك صحيح لسانه يا عليا. كلامك صحيح. عليا زبدات من سخنين او زبيدة بدون تا. عليا زبيدة من سخنين مثل المقص. كلامك صحيح. لسانه ماضي متل مقص. شو? هات نشوف كمان مين معنا هون? في كتير ناس تبعث لنا يعني امثال سابقة يا جماعة. حاولوا ابعتوا لنا الامثال الجديدة. محمد امين جمعة من الطيب الزعبي. شو بقول محمد امين جمعة. بدي انزل شوي لتحت. ريان امين كمان جمعة. بدك تغير يا ريان. من الطيب الزعبي. مش هذا المقص المطلوبها. لسانه متل مقص الخياط. الحلاق او الاسكافي. واحد منهم صحيح. بدنا نطلب كمان من كل الناس اللي ببعتو لنا شغلات من الماضي ما تبعتوها. يعني بعتو لنا لليوم. لانه باخد وقت لنفتش. يعطيكو الف عافية ام مؤمن والعيلي. وهذا بحبه كتير انا. انه ام مؤمن والعيلي عم تحضرنا. وقناتها لا مش لواحد واثنين. ولا لاجيال معينة لكل الاعمار ولكل العيلي. لسانه ماضي متل مقص. تحياتنا اليك ويسعدك. ام مؤمن والعيلي من وين? ما كتبت لنا على كل حال. وصلنا لك الاجابة صحيحة. معين عبد الله يعني شو بدأ قولك? التالت سابت يا معين. اخترت اول مرة قلنا لك لا والتاني لا. التالت اكيد رح يكون صحيح. كتير ناس عم بتحاول كمان تتصل فينا. يعني اه كمان هاد اشي بسعدنا. ولكن الطريقة للبرنامج هون فقط على الواتساب. كلمات. كلمات طباعة. مين معنا هون كمان نشوف. مساء الخير. مساء النور. ولكن رولها محمد. رولها بدك تغيري. حاولي غيري بعد معنا 11 دقيقة. يلا. في كتير ناس اختارت المقص الخاطئ يا جماعة. ومين اختار هون? هند شربيني التالت سابت يا هند. يلا. معاك كمان 11 دقيقة تختار المقص الصحيح. محمد وحسين حسونة من غزة. مقص صحيح جدا. تحياتنا لكم بغزة. محمد وحسين حسونة. اهلا وسهلا. وكتير بيكتبوا لنا شغلات حلوة من غزة كمان. شفيق من الناصرة بدك تغير تخذلك يا شفيق مقص اخر. لانه لسانه ماضي متل مقص الخياط. الحلق او الاسكافي. ثلاثة منهم واحد صحيح فقط. يلا. نشوف هنا مين طلع معنا كمان. ومختار كمان او مختارة. مين اللي غير هون? رولة محمد غيرتي يعني التالتي سابتي. غيرتي لان خطأ كمان. حاولي اختاري بعد معنا عشر دقائق. ومين كمان هون? يعني في كتير ناس عم تبعث لنا تلات اجابات. هذا لا يحسب ابدا. فقط اجابة واحد يختروها. ومين هون مختار كمان كلام يعني بده اطلع شوي لفوق. من عكة شروك من عكة بدك تغيري يا شروك. المثل الاول كان صحيح. ولكن التاني حاولي بمحاولة تانية. يلا. نشوف هنا مين معنا? غيرت 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 كاتبتلي للخطأ. كمان بدكوا تغيروا هناك. يعني كل اللي عم بختاروا اجابات رجاءا. حاولوا غيروا حاولوا. لا صحيح. لسانه متل مقص صحيح. لبنا فهم من الناصر كلامك صحيح. وبتقول برنامج جدا شيق. مننتظره كل تنين وخميس. لبنا فهم من الناصر شكرا لكم. وطبعا تابعونا اذا مش تنين وخميس مباشر من استوديوهات كنات هلا بالطيبي. تابعونا كمان مباشر من كل بلاد ميدنيا يوميا كل يوم من بلد عم نكون عم نلتقي مع الناس الاطياب. معين عبد الله التالتي سابت صحيح من كسرة وجوابك صحيح. لسانه ماضي متل مقص الخيات الحلاك او الاسكافي واحدة منهم صحيحة. ونشوف مين كمان هم بيبعت لنا. نسرين مطانس من حيفة بتقول لسانه متل مقص. الكلام صحيح. وقالله ينجينا منه هذا الانسان ويبعده عنا. طبعا مش كل الناس حتى لو كان لسانها ماضي يا نسرين ممكن تحكي بالخير ويكون لسانها ماضي بسبع شفرات كمان. بني لبالك. يعني لسان حلو يكون ماضي وما يغلط وما يتأتئ. بديش ابدأ طبعا اشرح. ولكن اذا لسان ماضي وبيحكي بالخير وبيحكي اشياء بتفيد المجتمع. الله يكتر منه لو كان بعشر شفرات. الله يكتر منه بمجتمعنا. لانه فيه كتير ناس تحكي تحكي بالشر. احنا ما بدنا نحكي بالشر. فشكرا لك نسرين من حيفة. ريان امين جمعة من الطيبة الزعبية. ريان بتتغير او تغيري. ريان بنفع شابه صبيه. حاولوا غيره يا ريان. لكلمة اخرى. ممكن تكون لسانه ماضي. متل مقص الخياط الحلاك او الاسكافي. تمن دقيق معنا. نشوف ميدو يطلع معنا هون. من الناصري. تحيات. ولكن من دون ذكر اسم. الكلام صحيح. ابعتولنا الاسم دايما. لو من الناصري من اي مكان. انا ما بعرف طبعا ارقام. انتبهوا. اه غيرنا. بقولولي هناك. والكلام صحيح. هنت شربيني. صحيح. تالتي سابتي. مظبوط المثل. ثبت معاك هناك. اه بطل في حل بقولولي هناك. خلاص. ما ضلش الا التالتي سابتي. صحيح. غيرنا. شكرا لكم. شو ضل فيش اربعة. اه مين هون كمان. اول مرة بسمع المثل بقوله. واكيد التالتي سابتي. وطبعا بد اقولكم شغلي عن ما ضلش مجال. في كمان ناس ببعتولنا. وهن طبعا صميرة من الرين. تحياتنا لك. كلامك صحيح. اهلا وسهلا فيك. نشوف مين هون باعتبنا لايك لايك لايك. لسانه متل مقص. الكلام صحيح. وديع مرعي من المشهد. كلامك صحيح يا وديع. وفي كتير ناس. يعني اذا بكل المناطق. مش بس بالمشهد. بكتير بكتير محلات. لسانهن ماضي. وبسبع شفرات. ولكن بتخدم مجتمعهن. يعني بيحكوا. بيحكوا كتير. بيحكوا سريع. بيحكوا كل هاي الشغلات. الصفات الحلوة. وطبعا بيفيدوا مجتمعهن بالكلام. مش بس انه نطلع نعمل شغلات وما نفيد. وفيهن كون كفاية. مهم جدا ان يكون من ورا الكلام رسائل حتى لو كان البرنامج اربعين دقيقة. تصل لكتير ناس وتوصل رسالتنا شفافة جدا. ما بدها طبعا تصنع كلها بجدية وبنفس الوقت بتلقائية. شاهد من المغار. شاهد من المغار شو بتقول? بحبكوا كتير. واحنا ما نحبب كل الناس طبعا. وشاهد يعني مع كل الكلام اللي حكيت ايه? على البرنامج الرائع وعلى قناتها الرائعة ولكن ما من ساير حدا. دغري مثل المنشار ومثل السيف. شاهد من المغار بديك تغيري. الكلمة خاطئة. يعني لو سايرتنا وكتبت علينا اشياء بتجنن. بديك تغيري. الحق يقال دائما. لسانه ماضي مثل مقص. اميرة من الناصر بديك تغيري. كمان. حاولي غيري يا اميرة. معناها ست دقائق. يلا. اه كتير امثال حلوة طبعا. مثل مقص مين هون? عبلة طباش. عبلة طباش من وين ما كتبتنا? ولكن بدك تغيري يا عبلة بنهاية هالبرنامج. ست دقائق الا شوي. وين هنا كمان معنا? اه محمد خاسكي من الطيري. محمد بقول كلام صحيح. لسانه ماضي يا جماعة بقول محمد خاسكي مثل مقص الخياط الحلاق او الاسكافي. ومحمد خاسكي اختار الرقم الصحيح. انتو شو اخترتو? يلا هاتنشوف. احمد من كفركنة يعني اختار مرة اولى ومرة تانية تالتة سابتة. احمد من كفركنة لسانه ماضي ومثل مقص الخياط الحلاق او الاسكافي واحد منهم صحيح ممكن يكون بسبع شفرات ويكون صحيح. لسانه بسبع شفرات بقوله. يعطيك الف عافية احلى واروح قناة قناة هلا. والجواب من ايهم قداح من مجد الكروم. بدك تغير يا ايهم. معنى وقت خمس دقائق يلا. خمس بعين الحساد قال المثل. من المغار. من المغار شو بتقوله هون. رشا صقر من كفركنة كمان. بتقول الجواب. بدك تغيري يا رشا. وقالينا كمان صقر من كفركنة بدك تغيري. يعني كتير ناس بتشاركوا بنفس الرسائل. ولكن بدكوا تغيروا اختاروا ارقام خاطئة. اه مين هون بدنا نختار? طبعا يعني كتبوا لنا الاسم ومن وين والاجابة الصحيحة. حتى اه نعرف نشكركم ونبعث لكم تحيات. كتير ناس ببعتولنا يعني شو عم بيصير معك ابو فادي من من كندا. شو عم بيصير معك. يعني بتبعت لي اهدي اهلك ولو حجر. هذا مثل قديم. حاول ابعت لي على اليوم يا ابو فادي. ومنوصل تحياتك للجميع. يعني هذا المثل كان معنا في الصابت. شو ساير معك. اكتب لنا شو ساير اليوم. لسان ومثل المقص. الخياط. الحلاق او الاسكافي. عم تبعت لي مثل قديم جدا. كان معنا بأولى حلقاتنا صهرانين معها. لا. اماندا اماليا من باقى الغربية تبعت الاجابة الصحيحة واعملوا زي اماندا يا جماعة. كاتبت لي الاسم الكامل. اسمها الشخصي والعيلة ومن اي بلد. والكلمة الصحيحة. وهيك طبعا ما بيخد معنا وقت. لانه من اخد وقت على حساب اخرين. مرحبا. بدي اجاوب على السؤال زي اه 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 منال من قلان سوا؟ ما نال من قلان سوا شو جاوبتينا؟ يعني وين ما شفت جواب؟ فابعتين لنا حاولي بعد معك اربع دقائق ريان امين من الطيب الزعبية اخيرا يا ريان الكلام صحيح حلو بنبسط لما ترجعو لنا باجابة صحيحة واحنا طبعا من خلال الكلام عم بعطيكم كتير تلميحات فحاولوا مع انه لسانه بسبع شفرات بس حاولوا خدوا منه هيك تعليقات وتلميحات كمان شاهد من المغار احنا كمان منحب الجميع ولكن الاجابة خاطئة اجابة خاطئة بدك تغيري لو كتبتو لنا اطراءات وبتجنن ومنورين اذا الكلمة خاطئة هيك احنا زي السيف منقولكو خاطئة ما منساير حدا اكيد ومنحب الجميع عادل ردوان غزاوي من الناصري كلامك صحيح السان وماضي متل مقص اللي ذكرته تحياتنا اليك في الناصري ولا الجميع ومنحب الجميع ومنحب كل المناطق تشاركنا كمان من المشهد صفاء حسن كلامك صحيح يا صفاء ونزلت كمان شفت انا يعني شو كاتبتيلي كمان بتستاهل حلو جد بتستاهل بعد تلي يساعدك شكرا يا صفاء في كتير ناس بعتولنا ارقام الرقم هذا كمان خاطئ الرقم خاطئ من ام بكر من الناصري حاولي اختاري كمان رقم اه على السريع معك دقيقتين الا شوي ونشوف هنا مين معنى ونختار عشوائيا شاهد من المغار بعد تلي كمان فيديو يا جماعة مصور انا على الشاشة عندها بالبيت ولكن الكلمة خاطئ بدك تغيري يا شاهد يلا حلو هند جمامعة بدك تغيري كمان خاطئ او هبة هبة جمامعة من يافت الناصري كلامك خاطئ بدك تغيري دقيقتين وعشرين تانية يلا كمان هنا بدكوا تغيروا اذا الحقتوا تغيروا عبلة طباش عبلة طباش كمان كلامك يعني التالتي سابتة بعدتي اول مرة وتاني مرة اكيد التالتي اذا لحقت راح نقولك انه كلامك صحيح امرازي من الطباش بتقولي لسانه مثل مقص وكلامك صحيح يا امرازي من الطباش كتير ناس محمد شبل من اكسال تحياتنا اليك وطبعا المثل يعني شرف على الانتهاء البرنامج لسانه مثل مقص الخياط الحلاق او الاسكافي وكتير ناس اختارت الاجابة الصحيحة فاخيرا هبا جماعة مع التالتي سابتة يعني منختم معاك بعد شوي التعليقات ناخد كمان اكم تعليق لسانه ماضي مثل مقص من حلا سعيد امارة من كفركنة وبتبعا التحيات لالنا ولكل الطاقم طاقم كنات هلا واكيد على السريع منحكي كمان مرة اسمك حلا سعيد امارة من كفركنة كلامك صحيح اخر اخر تعليق عز الدين مصالحة من دبوري ابو خليل بقول عز الدين مصالحة وميسة مصالحة من دبوري بدك تغيري يا ميسة حاولي غيري حاولي غيري وطبعا اخر 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 تعليق من الاخ ايال عبدالله من كسرة تحياتنا اليك حبيت كتير البس حبيت كتير البرنامج يسعدك ربي ويطول بعمرك يا غالي شكرا اليك شو احلى من هيك من اخوك ايال عبدالله من كسرة وطبعا حلو كتير حبيت انه كتبتو لنا كمان هالتحيات الحلوة فرجاء مشاهدينا للحلقة القادمة دائما الاسم والبلد والكلمة الصحيحة شرف طبعا برنامجنا على انتها بدأ اشكر كل اللي تابعونا وتواصلوا معنا واتسابيا على رقم قناة هالا المعروف وانتبهوا للمثل لسانه مثل مقص مش الخياط ولا الحلاق الاسكافي لانه كان يعني اكتر اكتر مهني كانت موجودة هناك مش الخياط ولا الحلاق كان الاسكافي اكتر بكل بلد ويصلحوا طبعا دايما الكنادر ودايما يمشوا بالخير كان معكم في الاعداد والتقديم بسيم لقونا طبعا يوم الخميس بسهرانين مع هالا وما تنسوا يوميا عقلت هالا برنامجنا الميداني الى اللقاء موسيقى موسيقى